بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالِ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْءًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحُبُّوا شَيْءًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صدق الله العظيم فيا أيها الشعب السوري العظيم إن ثورتنا قد تعدد الحول وهي تقارع الظلم والاستبداد وتقدم الزماء ثمن للحرية ورفع راية الأمة فعلى العالم أن يدرك أننا والله لن نتراجع قيد أملة فقد أحرقنا المراكب خلفنا وعقدنا العزم على أسقاط لواء الظلم ورفع راية الله أكبر ونحن قيادة كذيبة الله أكبر قاتلنا وسنقاتل هذه الأصواب المجرمة إلى آخر قطرة من دمائنا ونتيجة لتزايد عداد الثوار والمنشقين وانضمامهم إلى كذيبة الله أكبر والازلياد العمليات العسكرية نعلن عن إعلام لواء الله أكبر في مدينة البو كمال وريفها ليضم الكتاب والسراية والوجان والأقسام التالية كذيبة لا غالبة إلا الله كذيبة صقور الإسلام كذيبة الزبير بن العوام كذيبة زيد بن حارثة اللجنة المالية لللواء لجنة الإغاثة وأبناء الشهداء والمعتقلين اللجنة الإعلامية اللجنة الأمنية لنكون صقفا واحدا معتصمين في حبل الله لمقارعة هذا النظام المجرم ولنكون ويدا واحدا تقض مفاجع هذا النظام الطاقية ومن يقوم بأي أفعال تنافي مبادئ الثورة ويمارس أعمال التشبيح باسم الثورة سنحاسبه حسابا عسيرة وننوه في هذا الصدد لأنه لا يمثلنا أي جهة في الخارج على الأطلاق فيرجو الحذر والانتباه ولا نقبل أي تبرع من أي جهة إلا عن طريق قائد اللواء والصفحة الرسمية للواء الله أكبر كي لا يتاجر أحد بدماء الشهداء ولا يعبث العابثون بالدماء الطاهرة الزكية ويقع المتعاطفون مع الثورة بحسنية بأفخاخ هؤلاء مع التنويه أن المدعي خالد الحمال وصفحة ثورة البوكمال وصفحة رابطة دير الزور في الكويت لا تمثلنا ولا يوجد أي تواصل معنا اللهم إنا بلغنا فشة الناطق العسكري باسم اللواء الرقيب مهيمن الطائر قائد اللواء الله أكبر أبو عدي النعيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر وما النصر إلا من عند الله عاشت سوريا حرابية من البحر إلى النهر والله أكبر وليحسن الخاسؤون